السلام عليكم كيفكم يا خامس كيفكم يا طلابي حلوين ان شاء الله يا ميس بيكون يوم حلو عليكم اليوم يا ميس رح نبلش بوحدة جديدة الوحدة الجديدة تحكي عن الاتحاد قوة في الاتحاد قوة دائما يا ميس في الاتحاد قوة وفي التفرقة ضعف يعني دائما لما نكون ايد وحدة بيكون احنا قويين ودائما لما احنا نكون كل واحد لحال او احنا متفرقين يكون هناك ضعف طبعا هذا العنوان اكيد ما نحط عشان انه بس احنا نتطلع فيه بالعكس عشان ناخد العبرة منه وعشان يمخديننا للدرس الجديد نفتح الدرس يامس عنوان الدرس بحكينا اكلته يوما اكله ثوره الابيض اكلته يوما اكله الثوره الابيض رح نحكي عن درس يامس بتكون من ثلاث فقرات من اربع فقرات كل فقرة فيها معاني وافكار رح نشرح الدرس يامس كامل وراح نعمل قراءة تفسيرية اليوم يامس رح ناخد اول فقرتين وراح نشرحهم وراح ناتل معاني فيهم وان شاء الله الحصة الجاي منشرح الفقرتين الباقيين وبنحلل الدرس مع بعض وبنعطي سؤال استخراج طبعا نحن نقرأ الدرس مع بعض اكلته يوما اكله ثوره الابيض عاشت ثلاثة ثيران ابيض ابيضة واحمره واسودة في مرج واسع ترعى وتأكل بامان وكان يجاورها في المرحة اسد يطمع بها ولكنه لم يكن قادرا على ذلك خشية ان تجتمع عليه فتفتك به ولان الاسد لا يمكنه النيل منها الا منفردة قرر ان يعمل الحيلة لينال مبتغاه وفي احد الايام وجدت ثورين الاسود والاحمر منفردين في المرحة فاقترب الاسد من الثور الاسود وهمث له ناصحا بان رفيقك الابيض يجلب النظر وانه متى جاء صياد الى المكان فلن يلبث ان يهتذي اليكما بسبب لونه كما ان خيرات المرعة تناقصت مؤخرا فلو خلصتكما منه لكثتك خيراته انت واخاك الاحمر وهكذا لم يزل به حتى اثرت فيه اثرت فيه كلماته فوافق وعندها فتك الاسد بالثور الابيض اقبل الاسد مرة اخرى ناصحا للثور الاسود ومذكرا اياه بان المرحة لواحد خير منه لاثنين حتى تمكن من النيل من الثور الاحمر ثم عاد الاسد بعد ايام وفي عينيه نظرة فهمها الثور الاسود جيدا فادرك انه لحق بصاحبيه فصاح اكلت يوم اكل الثور الابيض منلاحظ يانس انه الدرس بحكي عن ثلاثة ثيران اسود واحمر وابيض وهناك ايضا اسد ماذا يريد هذا الاسد ان يعكل الثلاثة ثيران لكن غير قادر لماذا غير قادر لانه خاف ان تجتمع عليه الثلاثة ثيران فتفتك به اي تفترسه هو بدلا ان هو بدل ما هو ان يفترسها لماذا لانهم مجتمعين يامس لانهم متحدين وحكينا في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف يعني اذا اتحدوا الثلاث على الاسد فانهم ماذا يفترسون الاسد صح ولا لا يفترسون الاسد لكن اذا كان واحد هو يفترس به لكنهم لانهم ثلاثة ومتعاورين ومتحدين فهم اقوى منهم طبعا هلأ رح نشرح المعاني عاشت ثلاثة ثيران ابيضة واحمر واسود في مرج واسع ماذا تعني كلمة مرج مرج اي مرعا واسع فيه عشب كثير مرعا واسع فيه عشب كثير مرعا واسع فيه عشب كثير ترعى ماذا تعني كلمة ترعى معنى تأكل العشب ترعى بمعنى تأكل العشب لاحظنا يا ميس وتأكل بأمان وكان يجاورها في المرحة ماذا تعني يجاورها ماذا تعني يكون يجاورها يسكن بالقرب منها يسكن بالقرب منها يسكن بالقرب منها من كان يجاورها في المرحة أسد يطمع بها أسد يطمع بها كان هذا الأسد يطمع بها ولكنه لم يكن قادراً على ذلك لماذا لم يكن قادراً على ذلك؟ لماذا؟ ننحط سؤال لماذا لم يكن قادراً الأسد على إيش؟ على الثلاثة تيران دفعة واحدة لماذا؟ خشية أن تجتمع عليه فتفتك به ماذا تفتك به يا ميس؟ معناها تفترس تفترس لاحظنا يا ميس؟ لاحظنا تفتك به معناها تفترس ولأن الأسد لا يمكنه النيل منها إلا منفردة قرر أن يحمل الحيلة ليناله امتغاه ولأن الأسد يا ميس لا يمكنه النيل منها إلا منفردة إلا يعني كل وحده كل ثور لحال قرر أن يحمل الحيلة ماذا تعني كلمة الحيلة؟ معناها المنكر والخدع الحيلة هي المنكر والخدع والخدع لينال مبتغاه ماذا تعني كلمة مبتغاه؟ معناها طلبه يعني يا ميس لأن الأسد لا يمكنه النيل منها إلا منفردة يعني قادر على ثور واحد لا يقدر على ثلاثة ثيران فقرر أن يحمل إيش؟ حيلة إيش يعني حيلة؟ يعني زي ما نحكي هي المنكر والخدع أو الخدع من أجل تحقيق مطلبه أو مبتغاه وفي أحد الأيام وجد الثورين الأسود والأحمر منفردين في المرعة شاف الثور الأسود والثور الأحمر منفردين يعني الأبيض لم يكن معهم شافهم هم الثنين في المرعة فاقترب الأسد من الثور الأسود اقترب الأسد هذا الأسد من الثور الأسود وهمس له ناصحا ماذا تعني كلمة همسة؟ أي تكلم بصوت منخفض همسة بمعنى تكلم بصوت منخفض ناصحا أي يقدم له النصيحة بأن رفيقك الأبيض يجلب النظر يعني قال له بصوت منخفض أن رفيقك الأبيض ماذا تعني كلمة يجلب؟ أي يكون مثير أو ملفت للنظر ملفت للنظر وأنه متى جاء صياد إلى المكان يعني إذا جاء صياد إلى هذا المكان وشاف هذا الثوري الأبيض فلن يلبت أن يهتدي إليكما بسبب لونه ماذا تعني يهتدي إليكما؟ يهتدي بمعنى يعرف طريقكما يهتدي بمعنى يعرف طريقكما كيف يعرف طريقكما؟ بسبب إيش؟ بسبب لون الأبيض تمام يا ميس؟ يعني نحكي ولأن الأسد لا يمكنه النيل منها إلا منفردة قرر أن يعمل الحيلة قرر هذا الأسد أن يعمل الحيلة ليناله مبتغى لينال ماذا؟ مطلبه وفي أحد الأيام وجد مين؟ وجد الثورين وجد الثورين الأحمر والأسود فاقترب الأسد من الثوري الأسود وماذا قال له؟ همس له ناصحاً أي تكلم بصوت منخفض أن رفيقك الأبيض يجلب النظرة يجلب النظرة وأنه متى جاء صياد إلى المكان فلن يلبث أن يهتدي إليكما بسبب لونه بسبب لونه يعني حكاله أنه متى ما جاء صياد رح يعرف مكانكم بسبب لون الثوري الأبيض تمام يا ميس؟ هون إحنا رح نوقف وإن شاء الله الحصة الجاية رح نعطي الفقرتين الباقيين ورح نحلل الدرس مع بعض ويعطيكم ألف حافية يا أخامس يا أخامس